اشتركوا في القناة حمض ضعيف مجرد ما ينحط جوه الماء أو يوصل الماء رح تصير عنا معادلة تعيين اللي هي HF plus H2O راطينة H3O plus plus F minus ومعادلات تعيين حمض الضعيفة والقواعد الضعيفة هي في حالة اتزان يعطيك العافية يعني التفاعل ايش متزن تمام التمام اذا انا هون ال HF ايش اعطاني H3O plus والإيش والأفمعين 100% ولكن هذا التفاعل معادلة تعيين حمض الضعيف يبقى متزنا ما لم يتم اضافة مادة الى المحلول فانا هون يجي اضافة ملح ملح الكي F اللي هو ملح قاعدة او يسمى ملح الحمض HF تمام تمام التمام لانه اعطاني ايش ركز معي لانه شو اعطاني لانه الكي F لما تأين كليا في المي شو اعطاني اعطاني الكي plus plus F هسا لما اعطاني الكي plus مع F هو اعطاني ايش اعطاني ايون او نفس الايون الناتج من تأين الحمض وهذا الايون شو يسمى الايون المشترك ليش سميه بالايون المشترك لانه صار الو مصدرين مصدر من الحمض الضعيف HF ومصدر من الملح والحمض الضعيف تأين ايش تأين جزئي والملح تأين ايش تأين كلي تمام ركز معاي الملح تأين جزئي والحمض الضعيف تأين جزئي وبالتالي كمية F القادمة من الحمض الضعيف قليلة مقارنة بكمية ايش الف ماينس القادمة من الملح كمية ايش كمية كبيرة عسا بنرجع بنحكي لها بشغلة رئيسية ايش انه احنا حكينا انه هذا الملح او هذا الحمض H يبقى متزنا ما لم يتم اضافة مؤثر خارجي او مادة خارجية اليه هسا احنا ايش ضفنا ضفنا الملح K F ادى الى زيادة تركيز مين الاف ماينس لانه الاف ماينس بالمحلول كان مصدرها فقط من الاف ولكن لما ضفت الكي اف اعطتني تأيون كلي وبالتالي اعطتني كمية كبيرة من الاف ماينس فادت الى زيادة تركيز الاف ماينس وبالتالي ركز معي بلي بدي احكيه بدي احكيه كلاميا زيادة تركيز الاف ماينس هاي بتكتوبها هون افضل زيادة تركيز الاف ماينس ادت الى خلل في الاتزان في اتزان التفاعل فمن هنا يقوم التفاعل بوضع نقطة اتزان جديدة طب استاذ كيف بده يعمل نقطة اتزان جديدة وذلك من خلال دفع التفاعل من الجهة الاعلى تركيز حسب مبدأ لو تشات ليه الى الجهة الايش الى الجهة الاقل تركيز اللي هي مواد شو مواد فكز معاي مواد ناتجة وهون مواد متفاعلة تمام هسا هون اللي صار عنا انه المواد الناتجة صار الجهة اعلى تركيز من المواد المتفاعلة تمام وبالتالي رحين دفع التفاعل بالاتجاه المنعكس بالاتجاه ايش المنعكس هسا انت اذا عندك ثلاث ثلاث اشخاص واحد معا ليرة واحد معا مثلا ستة او خمس دنانير اوكي شو بدي اعمل انا حتى اسوي اتزان لازم ابو الخمس الكبير يعطي ايش يعطي اللي معاهم كمية اقل حتى يصير عنا ايش اتزان ونفس الشي هون تركيز المواد الناتجة اكبر من تركيز المواد المتفاعلة فصار فيه عندنا التفاعل يتجه بالاتجاه المناكس وهو عبارة عن ايش وهو عبارة عن تفاعل التفاعل بالاتجاه المنعكس وهذا الاشي راح يؤدي الى استهلاك الاتش ثري او بلس في التفاعل المنعكس مما يؤدي الى نقصان تركيز الاتش ثري او بلس وايش والبي او اتش لا محلول الحمض الضعيف وبالمقابل راح يصير زيادة في تركيز الو اتش ماينس والبي اتش قلتلك اتش ثري او بلس مرتبطات مع بعض وو اتش ماينس وبي اتش مرتبطات مع بعض اتش ثري او بلس قلت اذا اكيد بي او اتش هتقل او اتش ماينس زادت اذا اكيد بي اتش هتزداد هسا بالاتجاه المنعكس صار كل التفاعل ايش بالاتجاه المنعكس هسا قبل ما اضيف الملح كان ايش خمسين تفاعل امامي خمسين تفاعل المنعكس تمام ولكن لما ضفت الملح اندفاع التفاعل بالاتجاه المنعكس صار عندي مثلا عم بحكي فرضا صار تسعين امامي تسعين تفاعل المنعكس وعشر فقط ايش امامي وهذا الاشي ادى بسبب اتجاه التفاعل بالاتجاه المنعكس ادى الى انه الاتش اف يقل تأيونها واكيد اي مادة يقل تأيونها اذا يزداد تركيزها هذا اهم اشي بصير والملاحظات اللي بتصير على المحلول الحمض الضعيف اتشاف لما اضيف له ملح قاعدي او ملح اللي بعطيني نفس الايون الناتج من تأيين لهو ملح الحمض اتشاف تمام وبالتالي هون ابناءك تنتبه لشغلة انه كمية الاف ماينس وقادم الحمض الضعيف اصبحت تهمل في العمليات الحسابية واصبح هون تركيز الاف ماينس مساوي لتركيز الملح حبيت اغير لكم بتسالي كيميائية وعطيتكم هالشرح المبسط خلال داقيقتين ثلاث وبيرضع عليكم يوفقكم اذا استفدتم من هاي الفيديوهات خبروني بالكومنتات عشان اضلني انزل فيديوهات مختصرة لأهم المواضيع اللي بتستصعبوها بشكل عام اكتبو لي موضوع حابين اشرحه بشكل مختصر المرة الجاي يعطيكم العافية تسالي كيميائي ما عارف انه فيلسي ان شاء الله حتفيدك للوصول للفولمار يعطيكم العافية